أكرم توفيق بسبب انتعاضوا عن استبدالوا الله يعني أنا موقف أكرم توفيق مش فاهموا الحقيقة بلقطة الشناوي والحقيقة أنا وأنا بتفرج انتظرت هذا القرار انتظرت أني بفيه عقوبة ده حارس مرمى النادي الأهلي ما يصحش يصدر منه هذا السلوك لأنه إذا كان اللعب لعب الإنتاج شاط إيده والكورة مسكها ماشي الحكم حتى الحكم هذا الخطأ ما أنظرش لعب الإنتاج على ضرب لأنه غطأ ما هو لو كانش الشناوي عمل كده كان انظار حياخده بالضبط اللعب التاني إنما هذا الانفعال الزائد من حارس المرمى برافو الكابت محمد يوسف إن عقبه لابد أنه عقب عقب شديد لأنه انت خبطه في لعب خبطه في ورقه انت ضربت وبعدين رجل خربت كان لازم الحكم يدي له انظاره للعب الإنتاج ماشي إنما سلوك لعب ما يسيطرش على عصابه من هذا التصرف فيعرض فرقته لأنه لو حكم شجاع شوية كان لازم يطرده لو أنت بتلعب في بطولة أفريقية أو في مباراة مهمة جدا لك أنت تخيل أن أنت هتخرج الأهل من بطولة أنت ممكن تطرد والفريق استنفس تغيراته نفسي أن نتكلم في تفاصيل مهمة في هذا الشأن هل عندنا فخرة حتى تحلن الفرصة أن نتكلم على المواقف دي كاملة آه لأن الحقيقة إبراهيم نور الدين عايز وقف هو الليلة ليلته والله هو عمل علينا ليلة مبارا حقيقة طيب أكرم توفيه كمان أكرم لعد كلنا انبساطنا أنه بدأ ياخد فرصة صحيح نضم للأهل من 2016 حصوله على فرصة بعد ما جي من أينب حصوله على فرصة اتأخرت وبدأت الناس حتى تتعاطف معا جدا وفي قناعة من الجهاز يعني أنا من أكرم كان لازم يبقى الجهاز الفني ده والإداري ده بابا وماما بتاعي ده اللي هو أخدني وابتدى يديني فرصة بالزبط أروح شايت يا ابني لسه بدري ولا ما فيش بدري ولا متأخر ما ينفعش مش مقبول لعيبة عتاولة عنك مئة مرة زاقوا زاست المية دفعوا التمن صحيح صحيح فانت تشوتوا الكرة وخارج متبرم وانت بتسلم على زميلك حتى مش مديلوا وشك فيه ايه وبعدين عندك انذار وممكن تترض هو للدرجات دي مفيش إدراك بالموقف لا لا الفرقة عايزة صومرها تتربط ودي أهم بالنتاج بقى ايوه فالقرارات دي كنت منتظرها الحقيقة الشناو مزعلش مننا لأنه وقفنا معا كتير طول ما بيستحق الأقاب إنما كده بالطريقة دي عشناوي ده عدم إدراك المسؤولية طبعا لقوا بعدين خدد لك يا بشوانس لما تتفرج عليها انت بتعمل ايه انت ضربت لعب من غير كورة لازم انت تضطرد طب الراجل أقل الزاقة دي يا سيدي في حكم تحكيم المصري سيبك من حكم في حكم القانون يضطرد ما طردوش ما هو بقى جاء مستمر في الانفعال مقفصلوهم بارح الزاقة دي فاشترض لأن فيها يعني مبالغ لنما اللي عملوا بعد كده يعني دي الفعال الشط في جوانتي وفروبيتو في الأول نتيجة دا وبرضو غلط ان يزق لكن غلط جدا انه يستمر انت عارف ان لما الحكم صفر فاول الشناوي سقف طب قمت تعمل ايه بقى بعدين أما انت سقفت عن قراءة بتحتاج في ايه بقى مش عارف لا الحقيقة ارجو الشناوي غرامة اتمنى ان يتكون كمان عالية يعني عشان برضو تبقى رادع لمصلحتهم الاثنين طبعا بنحبهم وواحد فيهم دخل منتخب والتاني لو كان كامل كان ممكن نخش المنتخب بس انا عايز اقول الحاجة لان الناس ما تيجي تحليلاتنا للماتش طيب اشتركوا في القناة